اتكلمنا عن المتغيرات في الشابترز اللي راحت اوكي هنا راح نشوف ريكاب عنها او مراجعة بسيطة ريقاردنك تو اوبشنلز ان سوف تمام قادر تذكرون واحدة من المعلومات الاساسية عن المتغيرات بوسوفت كنا نقول اعتبر الليقل او غير صحيح استخدام متغير قبل انت تعطي قيمة يعني لازم يكون فيه قيمة او يصير لها انشاليزيشن قبل ما انا ابدأ استخدمها واسم مجموعة من العمليات عليها عشان كنا نقول انه مضمون دائما المتغيرات العادية بوسوفت رح يكون عندها قيمة فبالتالي رح اضمن أنا انه هذه القيم اللي راح تصير راح تصير على متغير يوجد بداخل قيمة تمام بلاس انه بمجرد وضع قيمة جواهت هذا المتغير فمن المستحيل استبعاد هذه القيمة وهذا شيء حلو هذا وهو المقصود بانه دائما راح نضمن انه بيكون فيه قيمة بمعنى انه عملياتي هذه اللي راح تتنفذ على هذا المتغير راح تكون دائما مؤكد انها بتصير على قيمة فبالتالي راح احنا متفادة الاخطاء طبعا اذا كان variable ما كان constant فنقدر احنا نغير القيمة بشرط انها تكون من نفس نوع البيانات ما يفعني احط قيمة ثانية من نوع بيانات اخر فالبوينت هنا انه دائما القيمة في المتغيرات العادية راح تكون دائما موجودة مش طيب نستفيد نايف راح تفهمون انه العمليات انتم راح تسومونها دائما راح تنفذ على بيانات ولكن زي ما حكيت انه في بعض الحالات ممكن يكون عندك قيمة اختيارية ممكن تكون موجودة ممكن تكون غير موجودة فما يفعني انا هنا استخدم المتغيرات العادية لانه ممكن القيمة ما تكون موجودة صح فعشان كذا زي ما تشوفوا هنا في بعض الحالات احنا نحتاج انه نمثل غياب هذه القيمة بدون ان الابليكيشن حقنا يصير عليه اكراشنك صح فعشان كذا زي ما تذكرون عندنا احنا الابشنلز بسوفت بحيث انه هذا النوع راح يكون مسؤول عن تمثيل القيم والمتغيرات اللي ممكن انه ما يكون فيها بيانات او ممكن ما يكون فيها قيم تمام ابسط مثال على هذا الشيء من حياتنا الواقعية لو سألنا شخص ما كم عدد النجوم بالسماء انت ممكن تتوقع اجابة عبارة عن رقم عبارة عن عدد فبالتالي انت راح تاخذ هذا القيمة راح تعرف البرنامج حقك متغير يكون افتايب انتجر وتبدأ تخزن هذا القيمة جواته ولكن هل انت متأكد مئة في المئة انه راح يعطيك رقم لا ممكن تكون اجابة ممكن تكون مدري صح فايش اللي انت تحتاج انك تسويه في الابليكيشن حقك بحيث انه تستمر في البرنامج وتكمل في البرنامج وتتعامل مع غياب هذه القيمة كل اللي انت تحتاجه انك تعرف متغير خاص هذا المتغير يكون يقبل اما قيمة انتجر او ممكن انه يقبل قيمة امتي طبعا المتغيرات العادية بس وفت ما تقبل قيمة امتي ما تقبل نل لازم يكون في قيمة وتكون قيمة حقيقية وقيمة صحيحة تمام فالمتغيرات العادية معاتها ما تناسبني فعشان كذا احنا راح نستخدم متغيرات تكون من نوع خاص نقول عنها او اختياري متى ما صار عندك قيمة تتوقع انها ممكن تكون غائبة وتكون غير موجودة فانت راح تستخدم معها عشان تتأكد في الكود حقك انه ما راح يسمح لك الكومبايلر تسوي عمليات الا لما انت تكتب كود معين يتأكد انه يوجد قيمة قبل ما انت تسخدم هذه العمليات وراح نشوف ان شاء الله هذه العملية مع بعض الان مجرد كونسبت اساسية تمام فعشان كذا نفس ما حكينا في الدروس اللي راح انه سوفت عندها نوع البيانات اوبشنال اللي راح يتم استخدام لتمثيل البيانات او المتغيرات اللي احتمال انه تكون القيمة فيها غائبة اللي يجعل ممكن يكون في عندي قيمة وممكن ما يكون في قيمة عشان كذا احنا نقول عنه اختياري اه تقدرون تتخيلون الاوبشنال بسوفت هي مجرد كونتينر او باكس اوكي هذا الباكس راح يكون في احتمالين اما انه يكون في عندي قيمة بتكون من نوع معين او ممكن انه ما يكون في قيمة على الاطلاق اذا كان ما في قيمة فاحنا راح نمثلها بسوفت بي نل وراح نتكلم عنها طبعا اذا كان الانستنس او اسوفت ما عندها قيمة اوكي فاحنا راح نقول ان القيمة حكتها ايه نل اوكي بمعنى ممكن يكون في قيمة وممكن لا تمام اذا ما في قيمة معنات انه قيمتها بنل اوكي اه طبعا تذكروا لما احنا نعرف متغيرات عادية بسوفت فايه باي ديفولت تمام بشكل افتراضي البيهيفة الافتراضي حقها تعتبر نون اوبشنال طيب وش يعني يعني انه لازم يكون فيها قيمة صحيحة اوكي والاهم انها تكون نون نل بمعنى لازم يكون في قيمة مناسبة تمام اي محاولة منك انه انت تحط قيمة نل جوات متغير نون اوبشنال بسوفت راح يعطيك مباشرة كمبايل تايم ايرو ليه لانه هذه المتغيرات مضمون مئة بالمئة دائما انه راح يكون فيها قيم فبالتالي ما راح انت تقدر تسوي عمليات هنا سريع راح تقدر تسوي عمليات هنا انت متأكد مئة في المئة انه يوجد قيمة عشان كذا احنا ما راح نقدر نحط نل ليه لانه نل معنى قيمة غير موجودة فبالتالي ما ينفحني انا اسوي عمليات على شيء غير موجود عشان كذا سوف تعتبر آمنة اذا راح تستخدم تغيرات عادية وجيت تسوي عمليات فتضمن ما لا داع تشيلهم مستحيل انه القيمة هادي تكون غائبة راح تأكد لك دائما انها بتكون موجودة طيب اذا كان عندي متغير مثلا رقم الجوال حق اليوزر ممكن ما يعطيني فراح نقول لك اوكي لا تستخدم متغيرات عادية ابدأ استخدم اوبشنال وراح اعلمكم بالتفصيل كيف احنا نعرف اوبشنال تمام بالنسبة لي النل كيوورد بسوفت اهي مجرد كيوورد هذه الكلمة اللي اهي النل نقصد فيها بسوفت اتعبر عن قيمة غير موجودة او معناعتها قيمة يعني غائبة غير موجودة تمام ابسط مثال عليها عندك فانكشن مصفوفة فيها عناصر وجيت تبحث مثلا عن عنصر اذا كان عنصر هذا غير موجود فاحنا رح مثل بي القيمة القيمة هنا تمام ممكن اللي عندها منكم مع لغات برمجة ثانية تذكرون كان عندنا اه كلمة نل بجافة او حتى سي شارب اوكي اه النل بسوفت تفرق عن هذا الشي فايهي بسوفت تتعبر عن شيء غير موجود تمام ولكن بي اللغات هذه اللي هي سي بيس تتعبر عن اوبجكت غير موجود والحلو بالسوفت انه النل ينفع انها تكون جاية مع اي نوع بيانات كان بينما اللغات الثانية تيجي بس مع الكلاسات او مع الابجكتات فعشان كذا السوفت تعتبر افضل لانه عادي يكون عندك انتجر تايب اذا كان متغير هذا اختياري عادي انه تكون قيمته بنل اوكي فهذه معلومات اساسية يحتاجونكم تكون عارفينها فاذا بسوفت هي تعبر عن غياب القيمة اما باللغات الثانية تعبر عن اوبجكت غير موجود اوكي تفرج نل بسوفت انه بالامكان استخدامها مع اي نوع بيانات كان اما في اللغات الثانية جافة سيشاربوا غيرها لا لا يمكن استخدام النل في اللغات هذه الا مع الابجكتات وتعبر عن اوبجكت غير موجود انا متأكد لدي اكسبرينس منكم لما كنا نبحث عن اوبجكت غير موجود وذكرنا كنا نقول نل اوكي لكن بسوفت احنا نقول نل ونستخدمها مع اي متغير كان ترجمة نانسي قنقر